السؤال بيقول بمجرد أبدأ الصلاة دماغي تشتت بتجيلي أفكار وحشة وشهوات ماذا أفعل أرجو لما نيجي نصلي خصوصا للإنسان اللي هو سريع التشتت إن احنا نمسك في إيدينا الإيجبية أو كتاب الصلاة أي نوعه إذا كان بسلمضية والإخلاج والغيره يعني أنا في كنيسة أو في مخدعي أمسك في إيدي كتاب الصلاة وعناية على الكلمات وفمي بيتلو وأذني بتسمعني فإنشغال الحواس تخلي الإنسان يركز وما تديش فرصة لشتاني شتتني لو أنت في غرفتك الخاصة ممكن ما فيش مانع وأنا بصلي أتحرك يعني كأنني بتكلم أنا ما تمشى مع المسيح وبكلمه لأن أحيانا القعدة أو الوقوف بيخلي الزهن يسرح فالحركة تخلي الزهن يبقى متجدد بس كمان الحركة ما تبقاش تخلي زهني متشتت بحاجات كتير حوالي أنت في قطك تكلم مع المسيح عندنا في الدير كتير من الرهبان يحبوا لما ييجي صلي مزاميره يخرج يمشي في الصحراء يمركز جدا طبعا لأنها صحراء وما فيش حاجة تشتت ازاي لكن هنا مثلا في المدن لو أنت ماشي في الشارع بتصلي ممكن زينك تشتت بالمناظر اللي شايفها والمحلات والناس والموصلات لكن لازم يبقى فيه نوع من التركيز بأي صورة علشان تستفيد بالسعب